بعد تكثيف الدعوات الغربية يبدو أن الضغوط نجحت أخيرا بدفع أطراف الأزمة في اليمن إلى طاولة الحوار بعد إعلان هدنة موقتة صمدت أخيرا أكثر من أسبوع لمباشرة المحادثات اليمنية التي يقودها المبعوث الأممي مارتن جريفث وتتضح معالم هذه الهدنة أكثر بإعلان ميليشيا الحوثي مبادرتها لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الجيش اليمني والتحالف العربي والأراضي السعودية والإماراتية وعليه يبدو أن الطريق أصبح مفتوحا أمام المبادرة البريطانية لطرحها على مجلس الأمن بعدما تأجلت مرارا ووفقا لتصريحات المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة فإن مشروع القرار البريطاني يلبي المطالب الخمسة التي طرحها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك والتي تشمل تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق وتلك التي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والواردات التجارية في إشارة إلى الحديدة الشريان الأساسي لوصول المساعدات إلى غالبية اليمنيين وهو ما يعني أن القرار يدعم بصورة مباشرة وقف معركة الحديدة مباذرة يراها كثير من المحللين أنها بقدر ما تمثل في ظاهرها دعما لجهود المبعوث الأممي واستجابة لدعوات أمريكية وبريطانية إلا أنها تعكس رغبة قادة ميليشيا الحوثي في تجاوز الاختبار العسكري الصعب الذي يواجهونه في الحديدة بعد تقدم الجيش اليمني وفي بعدها السياسي تعيد هذه المبادرة بحسب فرقاء آخرين تنميط الصراع في اليمن باعتباره مواجهة بين الحوثيين والتحالف العربي على نحو يتجاهل وجود طرف يمني أساسي يخوض المواجهة على الأرض هو الجيش والمقاومة اليمنية ويبقى الجدل الدائر حاليا بخصوص وقف الحرب في اليمن يرجع إلى عدم يقين الأطراف مجتمعة بشأن الأهداف الحقيقية لوقف إطلاق النار في وقت لم تحسن فيه الغاية من الحرب وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية